السلام عليكم. درسنا اليوم سيكون هو إكسبريمي لقوز التعبير عن السبب سنتعرف على الكثير من الإكسبريات التي نستعملها لكي نعبرها على لقوز في واحد الفراز تبعوا ما يحتل الخر باش تفهموا الدرس مزيان وتفهموا جميع العبارات وكيفاش كنستعملهم في السياق ديالهم في الجملة أول عبارة كنعرفها مزيان هي بارسك نشوفوا هذا المثال إلي تبصن بارسكلا دو la fièvre إلي تبصن إلي هو غائب بارسكلا دو la fièvre لأنه مرش بالحمة إلي تبصن بارسكلا دو la fièvre لذينا متالتاني جو پارسة 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 لأنني حصلت على منحة دراسية الإكسپرسيون اللي استعملنا هنا هي بارسكا لأنه المعنى دلهاب العربية لأنه هنا متال تالت جو سوي فاتغة بارسكا جو بالضرمي جي سوي فاتغة لأنني لأن مجايدا جو متا turns جي مال ضرمي لأنني لأن مم جايدا الاتسانة بارسكا بما أننا في عطلة يمكننا أن نخرج معاً إلا نريد أن نستعملها في هذه الأفضل أن نقوله مثلا لدينا علاقة سببية هنا بين أجزاء الجملة فقط التعبير عن السبب هو الذي يختلفه وما تختلف الأداوات التي نستعملها لكي نقوله على السبب مثال آخر بما أنني مريد فسأبقى في البيت تماماً محلق لنا المعنى هو هو فقط اختلاف الأدات اللي سعملناها باش نبرو على لقوز عنا أدات أخرى اللي هي كار سامي لا يمكن أن يغفق لنا اللي سعمل بشكل اختلاف اللي سوم بحل بحل اللي سعمل بن صاف لا ينبغي أن يكون هذا صعبا نظر لأن الإحصائيات متاحة بالفعل على الإنترنت الإحصائيات التي استعملنا هنا هي إطاندانيكو وهي المكتب في الأحمر نحن نعودها لأنه لا يوجد المعنى التي تبدو للا هذا لا يجب أن يكون مهتموحا لأن الإحصائيات المستخدمة على الإنترنت استعملنا إطاندانيكو هنا لنعبر على واحد الحاجة التي ستقع لا يوجد أن يكون هناك حاجة مؤكدة لدينا مثال ثاني مع الإحصائيات إطاندانيكو يهو يعني أنت سوف تنجح في الامتحان لأنك بذلت جهدا كما نرى كان واحد علاقة سببية مؤكدة من أجزاء الجملة أنت سوف تنجح في الامتحان لأنك عملت بجد لأنك قمت بمجهود ملاحظة بالنسبة للترجمة في الفيديو وفي الشرح يعني فقط لتقارب المعنى أو باش نعرفو لهالاقة السببية ونفهموها في الجملة قد تشوف انتا كيفاش كنستعملهم في هفخاز واستعملهم بذلك الطريقة يعني بعيدا عن الشرح بالعربية نشوفوا دبو حد لعبارة أخرى للتعبير عن السبب ان رزان د ان رزان دولغاج لفلو بسبب الغاصفة غمار النهرو المراتق المأهولة بنسبة لأخرى لكي كنندا نفس المعنى ديل ان رزان دولي هي أكوز دولغاج أكوز دولغاج لفلو ان رزان دولغاج كيفاش كنستعمل ان رزان دولغاج يمكننا نعودها بأكوز دولغاج بالنسبة لأداءة كوم نعرف جيدا أننا نستعملها في كوم في تشبي لكن نستعملها أيضا نستعملها أيضا في التعبير عن السبب ورقس في حمير لكوز مثلا عن نفذ الجملة ولكن كان واحدة نقطة مهمة اللي هي أن كوم باش نعبرو بها على لكوز كننحطوها ديمة في الأول دي الجملة على سبيل المتال كوم جو سري أبسان جو فلس جيري من بروجات كوم جو سري أبسان بما أنني سوف أكون غائبا أو لأنني سوف أكون غائبا سوف أدعوك تبدير مشروعي آخر أداة عنا في الدرس هذا اللي هي غاس A بالنسبة لغاس A ديما كتكون مرتبة واحد السبب إيجابي ديما كيكون عن واحد السبب إيجابي أو لا واحد العامل إيجابي من مشروعي من أكون غائبا هنا نعامل إيجابي هو هو المسيطان جيدة ونتيجة هي جيدة رسالت القرآن بالنسبة ل الاستخافة نستعملها ايضاً لكي نحصل على الرسال الى هنا ينتهي الدرس اليوم لا تنسوا وكذا تكتبوا في الدرس التي اريد أن تشرحها إلا كنا أعجبكم الشرح وإن شاء الله سوف نشرحها في الفيديو القديم يعني كل الفيديو سوف نشرحها في الدرس صنع طوفية أمتلة باش نفهموها بمزيان والسلام عليكم